بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابتها الطيبين الطاهرين وبعض فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحاسبة النفس أن تحاسب نفسك وأن تفتش في أعمالك فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبين لنا أننا سنجد أعمالنا حاضرة يوم القيامة وهذه الأعمال إما أن تشهد لك وإما أن تشهد عليك فانتبه وتأمل هذا الموقف عندما يحكي القرآن الكريم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا حاضرا ظاهرا أمام عينيك وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يريد أن يهرب من أعماله السيئة يوم القيامة قال العلماء معنى محاسبة النفس أن تقايس وأن توازن بين نعم الله عليك وبين معصيتك لربك أن تفتش في نفسك الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى ومع ذلك أنت تعصي ربك أن تفتش في هذا الأمر وأن تقيس هذا الأمر هل يليق بالكريم سبحانه أن تعامله هذه المعاملة يعاملك بالنعم وأنت تعامله سبحانه بالمعاصي والزنوب الخير من الله إليك نازل والشر منك إليه يصحب بأعمالك السيئة هل يليق بك أن تعامل الكريم سبحانه هذه المعاملة يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعتلك فمعنى محاسبة النفس أن تنظر في هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وأن تنظر إلى زنوبك يقول الشيخ مكين الدين الأسمر رضي الله عنه وأرضاه كنت في آخر النهار أحاسب نفسي وأحسب الكلمات التي تلفظت بها تكلمت خمسين كلمة سلاسين كلمة يقول أفتش في هذه الكلمات إن كانت في خير حمدت الله سبحانه وإن كانت في معصية أو في غيبة أو في نميمة استغفرت الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول أهل الله هلاك هذا القلب من إهمال محاسبة النفس هذا القلب هو محل نظر الله هذا القلب أنت به ما فيك إلا هذا القلب هذا القلب به تهتدي إلى الله سبحانه وتعالى هذا القلب كن محافظا عليه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله يقول هلاك هذا القلب من إهمالك لمحاسبة نفسك فماذا تفعل أن تحاسب نفسك على الدوام أن تحاسب نفسك على الكلمات أن تفتش في أعمالك وما فائدة محاسبة النفس فائدة محاسبة النفس هي تربية الضمير وأن ترى عيوبك ومن رأى عيبه كان أحرى بإصلاحه من رأى عيوبه علم كيف يصلح هذه العيوب وفوائد محاسبة النفس أيضا أنك تجتهد في الطاعة لا ترضى عن نفسك فلا تنظر إلى نفسك بعين الكمال وإياك أن ترضى عن هذه النفس كن محاسبا لنفسك على الدوام يقول الشيخ أبو يزيد البسطام رضي الله عنه وأرضاه من ظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر فما ينبغي عليك أن تظن أنك أقل الناس أقلهم في الطاعة أكثرهم في التقصير أكثرهم في الزنوب والمعاصي وأن تنظر إلى عيوبك وأن تفتش في عيوبك ولا تنشغل بعيوب الناس وانشغل بعيوبك أنت وكن مصلحا لهذه العيوب حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ أسأل الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته